يلا بينا نتعرف على المكومات البشرية لقوة الدولة في حلقتنا النهاردة وزي ما احنا شايفين بيقولي المكومات البشرية لقوة الدولة دي هنتكلم فيها عن السكان وعايزك برضو معايا تعمل خريطة زهنية للمحاضرة في زهنك وكراستك قدامك علشان يبقى عندك سهولة في استذكرها والتعامل مع النقاط المهمة فيها هنتكلم على السكان وهنتكلم على التركيب الاقتصادي ثم القوة العسكرية ثم القوة التنظيمية اللي هي القوة الادارية اللي هي كيف تدار الدولة بحكومة قوية قادرة على استغلال الموارد اللي فيها يبقى عندي اربع اجناحة يا جماعة للمكومات البشرية لأي دولة السكان وحجمهم المركب الاقتصادي والانشطة الاقتصادية ثم القوة العسكرية ثم القوة التنظيمية في السكان هناخد حاجتين مهمين جدا هنتكلم على حجم السكان وهنتكلم على خصائص السكان أيوة الحجم غير الخصائص في الخصائص هنتكلم على التركيب العمري وكمان التركيب النوعي هنتكلم أيضا على الهجرة ثم الدين ثم اللغة ثم المستوى التعليمي والمستوى التكنولوجي ده السكان ومعاه الحجم والخصائص طيب التركيب الاقتصادي بقى هنتكلم على الأنشاطة الاقتصادية المختلفة في الدولة اللي بتعطي الدولة نقاط كوة أو تسحب منها هذه النقاط زي الانتاج الزراعي زي الانتاج المعدني ومصادر الطاقة كمان الانتاج الصناعي ثم شبكة النقل بقى والمواصلات الهائلة كشرايين للتنمية داخل الدولة طيب خلينا على بركة الله نبدأ بالسكان الحقيقة ان السكان زي ما قلنا هناخد فيه الحجم وهناخد فيه الخصائص طيب عشان كده بقولك سجل عشان أشوف الناس مركزة معايا ولأ قبل ما انزل بالخصائص حد يقدر يقومني كده؟ بسرعة شايف واحد يرفع ايه ممتاز يبقى فعلا خصاص السكان هنتكلم زي ما هو قاله هو التركيب النوعي وهنتكلم على التركيب العمري هنتكلم على الهجرة وهنتكلم على كمان الدين واللغة ثم المستوى التعليمي والمستوى التكنولوجي ولازم تبقى الحلقة دي بالذات كده خريطة زهنية متنسكة كده في زهني عشان أقدر أستجعل معلومات بسهول بيعد حجم سكان الدولة من مقاوماتها البشرية مقياسة لقوتها ووزنها السياسي إذا توفرت لها مجموعة من المقاومات الأخرى يعني هو بيأكد لي هنا مش القوة بس في الحجم ما قد يكون حجم سكان الدولة كبير في دول كبيرة جدا حجم سكانها كبير لكن لازال مستوى التعليم فيها يعني أقل من المستويات العالمية العالمية الناس عندهم التعليم 2.0 2.3 2.4 وفي دول لسه التعليم فيها على المستوى الأولاني كمان التكنولوجيا وهكذا كمان هل المركب بقى الاقتصادي اللي في الدولة بيخدم التركيب بتاع السكان وحجم السكان وفيه علاقة متبادلة ولا التركيب النوعي والتركيب العمري مأثر سلبا عليه يبقى مش بس حجم السكان ده لازم شروط معينة تجانس السكان طلبتهم وهكذا طيب عشان كده بيقول لي زي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا أن الدول العظمى على فكرة معظم الدول الكبرى العظمى المتقدمة المتطورة تمتلك حجم سكاني كبير الكسرة العددية لسكان تلك الدول مع توفر عدد من المقامات الأخرى مكنها من بناء ايه؟ من بناء قوتها السياسية وبناء قوتها العسكرية فأصبحت تؤدي دورا مهما وفاعلا في المجتمع الدولي على الخريطة السياسية العالمية من خلال امتلاكها وزن سياسي كبير فهو عايز يقول لي عندما تمتلك الدولة حجم سكاني كبير يعتبر هذا مدخل لأن تمتلك وزن سياسي قوي على مستوى العالم إذن فيه علاقة طردية بين حجم سكان الدول وبين وزنها السياسي بشرط أن توفر الدولة حزمة من العوامل والمكومات للسكان دولة علشان يتحولوا من نقمة إلى نعمة إذن ليس كل الدول اللي بتمتلك حجم سكاني كبير يمثل لها السكان نقمة وقلم الأكل والمصاريف والمستوى المعيشة إلى آخر والتعليم لأ ده ممكن لو أنا حسن استغلال هذا المورد الخطير يتحول إلى نعمة ونقطة كوة في الدول